بالنسبة للسؤال التالت النهاردة ما حكم عمل الاستخارة في كل صباح بنية ما يفعله الإنسان ويتركه في هذا اليوم إحنا بنذكر دائما ما نؤكده أو نذكر دائما بما دوما نود إن إحنا نأكد عليه من إن حقيقة الاستخارة إنها دعاء استعانة دعاء تضرع والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى رجاء حصول الخير ودفع الشر وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه دعاء الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن الكريم كما ورد في الحديث فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع أي أمر أنت عيسوا إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة يتنفل كده بركعتين ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علم الغيوب اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر ثم تسميه بعينه لو في شيء بعينه أنت عايز تستخير عليه خيرا لي في عاجل أمري وآجله أو تقول كما قال كما هو وارد في الحديث أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرف عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به يا رب العالمين ويلجأ المسلم إلى الاستخارة في الأمور طلبا من الله تعالى أنه بيسأل الله الهداية بالاستخارة وبيسأل الله بدعاء الاستخارة التوفيق لما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة وبناء على المعنى ده المشار إليه من طلب الالتجاء إلى الله تعالى وسؤاله المعونة طلبا أنت عايز تسألوا المعونة وتسألوا التوفيق وتسألوا الهداية وتسألوا تمام التوفيق فلا مانع من الاستخارة كل يوم بقصد طلب التوفيق لمطلق الخيرات والبر وصرف السوق والشر ومنطلق من أنه الاستخارة في أصليها أنها دعاء استعانى ونقل هذا الأمر وحفظناه عن مشايخنا وسلفين الصالح أنهم كانوا بيعملوا كده ورد ذلك أيضا عن الإمام الشعراني رضي الله عنه وعايزين ننبه برضو إلى مسألة افرد أنا مثلا مش حلحة أصلي الركعتين هل لو أنا دعيت أب أنا استخرت؟ أي لأنه صلاة ركعتين قبل دعاء الاستخارة ليست شرطا في الاستخار فإذا قال الإنسان الدعاء فقد تمت الاستخار لكن برضو إذا كانت أو إذا كانت دعاء الاستخار بعد الصلاة يعني نصلي الركعتين فحيكون ده أفضل يعني أفضل أن تكون الاستخارة بصلاة عملا بما ورد فيه السنة فيصلي الإنسان الركعتين ثم يسأل ربه ويستخير طب لا أنا وقتي كان ديئة اتعرضت الموقف كنت محتاجة أدعي أي أدعي لأن هي الأصل في الاستخارة أنها دعاء استعانة دعاء استعانة صليت أكملت الصورة كاملة بتاعت الصنة صليت وبعدين دعيت لا قلت الدعاء بس فقد استخرت كذلك ونسأل الله سبحانه وتعالى دوام القبول